طالب المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بأهمية العمل على إيجاد منظومة لتوطين القطع الخاص وإيجاد حوافز ومزايا لموظفي حكومة الشارقة جاء ذلك خلال الجلسة السادسة عشرة التي عقدها المجلس ضمن أعماله لدور الإنقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي التاسع بمقره برئاسة سعادة خول عبد الرحمن الملة رئيسة المجلس في جلسته الاعتيادية صادق المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على مشروع قانون لسنة 2017 بتعديل القانون رقم 4 لسنة 2015 بشأن تنظيم دائرة الحكومة الإلكترونية لإمارة الشارقة واطلع كذلك على التقرير الوارد من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والشكاوى والاقتراحات بعدها ناقش المجلس سياسة دائرة الموارد البشرية في إمارة الشارقة بحضور سعادة الدكتور طارق سلطان بن خدم رئيس الدائرة وتلال أمين العام للمجلس سعادة أحمد سعيد الجروان الموضوع العام وأسماء مقدم الطلب كما وألقت رئيسة المجلس سعادة خول عبد الرحمن الملة كلمتها مؤكدة على أن الموارد البشرية هي الثروة الحقيقية للوطن وتشهد باهتمام حاكم الشارقة في توفير التأهيل والتوظيف لكافة الخريجهن هذا وقدم 22 عضو وعضو العشرات من الأسئلة التي تطالب بزيادة طرح الوظائف وتوفيرها في القطاع العام والخاص ونادت المداخلات بضرورة إيجاد الحوافز للبيئة الوظيفية بجانب التنسيق مع شركات القطاع الخاص لاستيعاب الخريجين من حملت الشهادات الجامعية والثنوية في وظائفها